السلام عليكم اخوتي اخوتي سيكيديرين اتمنىكم تكونوا في خير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة يا رب حبابي الغاليل يوم اختكم بدأت معاكم الصبح ديالها بديت معاكم من القطار خليكم معايا ومع الفيديو وتشوفوا رحلتي فين ان شاء الله غادتكون اه غادر واحد دولة اكيد بزاف الناس تيبروهم شوليها بزاف الناس تيحبوها وانا اختكم من الناس اللي كتبغي هاد البلد او هاد الدولة مو هي من العنوان قاعدين تكونوا عرفتوها هي تركيا هنا نخليكم مع بعض القيطات هنا من طائرة بالنسبة المطار اللي غنزلوا فيه المطار راح مطار اسطنبول ان اسطنبول راح معروف عليها ثلاثة المطارات كبار ولكن حيدوا واحد داروا واحد فواحد داروا كبير جديد ما شاء الله هرا ما شاء الله غير مطار دراها ما شاء الله فيلاش قدو كدو كداش خلوا مطار صبيحة وهذا اسطنبول ما شاء الله زعمارة مطار نقول لكم لي ما يكونش يعني عندو شوية الخاطر وعندو الوقتي توضر فيه تقدر لكان بغير شي حديدير سكال يضيع طائران انه كبير بزاف وهنا وصلت اللغطين اللي انا نزل فيه بالنسبة اللغطين اللي نزل فيه هو كواتر ستايلي يعني ربع نجوم نزل في الطبق الثالث عندي هاد البالكون الجميل كنشوف منه هاد الاجواء رائعة هاد البلاصة اللي انا نزل فيها راها بلاصة شعبية كل شي اللي اختار على بالكم كاين محلات ريستورات كافيتيريات وطيلات كل حاجة كل حاجة هاد البلاصة راها قريبة بالسف من جران بازار يعني المعروف عليه بالسوق المصري تقريبا شي 12 دقيقة ماشي شي خمسة دقيقة بسيارة او بالترام ترام كيدوز من هنا من قدام هاد البالكون هاد البلاصة اسميتها فاتح ليالي فاتح ليالي راهاجات تقريبا في الصنطر قريبة من كل شي هناختكم من بعد ما فقت صباح ارتاحيت شوية نزلت لتحت فطارت وطلعت تحممت وشربت القهيوة ديالي وده باغا ليا نبشي لواحد البلاصة هاد البلاصة زوينا بزف في هاته هي الشارع كبير 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 كيعمر بزف واحد الشارع تقدروا تمشوا فيه حتى ساعة حتى ساعة حتى ساعتين ما شاء الله ما كيت حج هاد البلاصة اسميتها تقسيم معروف عليها يعني ضروري لجيتو اسطنبول خاصكم تزوروا تقسيم معروف عليها بالشوارما معروف عليها بالتوى عندو شارع كبير اللي بغيتوها تلقوها فيها يعني اي حاجة اي حاجة ملابس مواد غدائية اللي بغيتو اه ناختكم كتير فشة سيورات اه من بعض غادي نمشي وان شاء الله ان تغدائو وانتو ما معانا موهم خليكم تعرفوا شوية بالنسبة للناس اللي عاد باقين ماتان بغني جي وبغني ديروش زيارة هنا لتركيا كي قلت لكم هاد البلاصة زوينا المشي وزوينا هاد الشريع الجميل معروف عليه بالماركات وهاد الساحة غزالة هاد الباستيتشيرية هايا هايا بطيل باستيتشيرية يعني مخبان لك نقول احنا باتيسري هايا تقسيم البطيل ديالها وباتيسري حداها فيها جميع انواع الحلويات اي حلويات تختارح لبالكم انا هنرا خديش غير لقطة شوية غير من الفيترينا لان الداخل عامر بزاف وفيه الوليدات وما يمكنش لي نبقى نصور في جميع انواع الحلويات من بعد مشينا هاد المكان الجميل تغدينا من بعد الغداء كان باقي عندي شوية الوقت قلت علش لا ما نمشيش نزور السلطان فاتح محمد ولموسكيا بلوه يعني الجامع الازرق وهذا الجامع اللي كان معروف عليه كانت كنيسة ديال كيلي كيقول لها سانتا صوفية وكيلي كيقول لها ايا صوفية وهي نور مامو ولات دبا موسكيا يعني ولات جامع ولات الحاجة الحاجة صوفية هاي هي هادي هاد الجامع هذا دبرا هالليل مدخلت لداخل لانا صافي كين واحد وقات كتحبس الزيارة انا هاد البلايس فيتا شيفاهم فشيط ديك المره وداخله ليهم ها هو الموسكيا بلوه ها هو الجامع الازرق الساحة ديال امرها معروفة عليها بهاد الماندر الجميل وبهاد كين واحد نافورة هايا كيفاش كانت ايا صوفية او الحاجة ايا او الاسم ديال هاللي كان اللول ايا صوفية دبا ولات هي كانت نور مامو غير سانتا صوفية ودبا ولات ايا صوفية حاجة الناس هايا من الداخل كي قيت لكم هادي عندها تاريخ مهم هاد الكنيسة ولكن دبراها جامع لان السيدة دخلت الاسلام هو سبحان الله يعني الله قريب وكي حب عبادو وكي حب المؤمنين اكسري الناس اللي كي طلبوا التوبة وتتقربوا من الله سبحانه كل شي حند الله قريب الله غافر ورحيم وانتمنى وتحنا يغفر لنا دون وبنا ويغفر لنا خطأنا مهم هاد السحرة زوينة بزاف في الليل تمشوا لها مع وليداتكم تايا فيها محلات تشو فيها هي من احسن بالنسبة اللي ما شيفهاش من الداخل هاد جامع او هاد جامع تاني من احسن تبشو بنهار باش كتكون زيارة مفتوحة ودخلو وتشوفو من الداخل انا كي قتليكم سبق لي شي فاه هادك الشي علاش اقلت نتمشى فيه بالليل حيت كي قتليكم سبق لي كنت داخل لي انا بنهار وكانت معانا لقيت او لقويضة بصرحات لي نقول شي اللي يتعلق بهاد جوامع او هاد اللي موسكيه الساحة بدت كتعمار شوفو على الساحة ما شاء الله هنا را كين هذا الميترو وكين الترام تكونوا غير عارفين شوية حافظين الزونة تمشيوا فين بغيتو يعني تقدر تتنقلوا فيه تاكسيات هنا راش غنقول لكم تاكسيات غالين بزاف بزاف صيرتوه مني تشوفو البرانين واللي ما تعرفش اللي هم خذتكم تكونوا مطورين معاهم بزاف وخا عندهم الكونتور البلاسة اللي بغاو يمشيوا لها كيتشرطوا معاكم من احسن تشرطوا معاهم ولكتو تعارفوا كي قلت لكم الميترو تكون احسن ويمن هنه رجعت للساحة ديالي الساحة ديالي هوا الوطيل ديالي وطيل فيتشينسا كواتر ستيلر بعد النجوم والريستورة دياليه كافي فينيتسيا كافي ريستورانتي فينيتسيا يعني الوطيل عنده اسم والريستورة اسم وبجوجهم اسماء ايطالية وهذا هو العشادي اللي كان خفيف لانا تغديت تقلت في الغداء وبالنسبة اللغة عاكم درجوا معاهم باللانج اللي عندكم شوية بالعربية وخاه همار ما تبغوش يهضروا مغير لغتهم حبايبي الغالين غا نحبس معاكم هاد الفلوغ هنا واكيد ان شاء الله نشوفكم بالفيديو القديم بإذن الله